اشتركوا في القناة فيما يخص التلوج بعد العمطار بارك فاقت نشوفوا كيف الشرح يكون الحل غدوى السرح غدوى ما اصبح احتمال زجلة التقطاري من جهة طارف من جهة القالة من جهة النبا حتى الاشطايبي سينون سما تكون ملبدة مغيمة الضبابي يقدر يكون خاصة على المرتفعات وعيدا على عدة مناطق غربية والوسطى هذا رجع للتبخر مع الحرار المنخفضة وكذلك سما تكون عموما صافية على منطقة صورة شمر السحراء والاطرس السحروي بينما الواحية تقبر عليها زجلة السحابة سيتو اما الاقسى الجنوب مورون بالهوغر والطاسلي والسحراء الوسطى تكون ملبدة سما بسحب من نوع العالي والمتوسط ملبدة ومحن تتخيم تدريجين نجوزوا للظاهرة الظاهرة الامطار تعودت بالعقل حاجة قليلة خاصة على الولايات الشرقية وايضا للوسطى هادي سيديرون طريق ماريت يمسي داخل المربحار تقيس هادي المناطق هادي الساحلية وقرب السواحل ندوها من جزائر ولمتي بازل جزائر العاب السيمة بومردس ونكملوا بها حتى الولايات الطرف وايضا عدت ولايات قرب السواحل كولاية قلمة او الولايات ميلة او بعد المناطق كاسو قهرس تقدر تكون فيها وقسمتينها كذلك سينو غرب البلادي بقسمة مغيمة احيانا شوية سميشها مين تقومي يقول لك سحابت تفرض نفسها على هادي المنطقة الاحتمال كما تقومي بعد القطرة تعالى الامطار او تولوج على المرتفعات الشرقية والوسطى الذي يفوت لعلوتها من 1000 إلى 1100 متر تطلع الآخر الآخر التولوج لانها لير فروه هذا يسايفا كوي يخرج من بلدنا وراح للمنطقة منطقة ايطاليا الجانب الكبير عمو من الحال الشباب على شمل السحر الواحد ومنطقة صورة بيستيثنا منطقة تندوف السحر الوسطى السحر التنزلوف وايضا الهوغارو تصل واقتص للجنوب السماء مولى بدأ الى غائمة ننتظر خلال ايام 24 ساعة اللي جاي ان شاء الله احتمال بعد القطرة تعالى الامطار على هذه المنطقات الجنوب الجزائري ومع هذه السحابات ومع هذه الغيم تنود معها زاوبة عملية على اقصى الجنوب على منطقة تنزلوف وايضا على السحراء الوسطى بينما التاسيلي جنوب الشرقي ومنطقة الواحد شمل السحراء والصورة سماء صافية على هذه المنطقة نجوزوا لدرجة الحرارة ننتظروا هقد وصباحة مع الفجر بارد الحال ما بين تل درجة تلاربع درجة في بعد الاحيان حتى الخمس درجة تحت السيفر لدي الانسان كيكون شو يارح يقدر يحسح تلت من درجات تحسير خاصة في الهضاب العليا منطقة افلو ولا البيض اما في ملخص المدن الساحية ما بين خمسة الى ست درجات مدن داخلية كادلية تلاتة اربعة حتى الخمس درجات من الشرق الى الغمرون بالوسط منطقة صورة بالشرط درجات هي ومنطقة تاغيت اما بغردايا وايضا منطقة بونورا ست درجات تحسيم سعود ورقلا والواد سبعة ستة بي بسكرة تمانية بالسحرة الوسطة تمانية كدريك في منطقة تيندوف ومن عشرة الى حداشن درجة على اقسى الجنوب وخمسة الى ست درجات على منطقة طامر راست وجانت تنجوزوا الظاهرة الظاهرة مع شوية اللي رفروها هادا كي سيفاكوي حردت ترتفع شوية خمستاش رحي المعدل فصلي اربعتاش في العاصمة تلبتاش في الشرق خاصة المسكيك دا تسعة الى تناشن درجة من منطقة سوق هراس حتى لمنطقة تلمسان اما في مخوص الهضاب العليا ما بين ستة سبعة درجات الى تمن درجات ستاش الخطر اللي يربط بشار الى ورقلا وكذلك من تمنتاش في منطقة بن عباس وتاب البالا ومن واحد وعشرين قد نقلو حتى تقريب 24 درجة لأقس الجنوب كبورج باج المختار وعنقزام بورن بـ 22-23 درجة على طمرا ست واجانت جزء للملحة والصيد البحري المحاري بنا يتهدن شوية خاصة من مرسط بن مهيدي حتى التنس يقول لي شرقي شبالي شرقي جونورست أربية 15 كم الساعة ميوشنط موجة تبقى ومن تنس حتى الدلس يقول لي هنا يقطقى غربي إلى غربي شبالي غربي 30 كم الساعة سلا موايا عشرين ثلاثين أما من دلس العوانة كذلك ومن العوانة اللي قال خاصة من الشطي بالقالة اللي تم يلحط حتى 50 كم الساعة يبقى الريح شوية قوي ولي تجهته غربي وكل لارجو يقول لي شبالي غربي فاللارجو وست صار دين 60 سيد باليار 50 كم الساعة تموجة الرؤية تقدر تكون رضيئة بسبب تح السواحل الغربية هو الضباب وعلى السواحل الوسطى هي السحب السفلة وأيضا يقدر يكون فيها الضباب تلجي اللي يصب لكم نشوفوا الصورة هذه اللي جاء مع المعلومة الفلاكية هذا التلقان المرتفعة تحت سمسيل من جهة تيارت من جهة سعيدة من جهة معسكر من جهة تلمسان شو دك المنظر الجامل معنا بلكم مع السائقين هذه خيارتيكم وسط مدينة تيارت شوفوا شو تلجي كيف اشدار حال الله يبارك الله يبارك على كل حال نختم هذه المسارة الجوية بهذه المعلومة الفلاكية الحد 8 فبري 2015 شرق وغرب السلوش وليد على وين في خدمتكم واليامات لهم جايين يتحسن الحال الاثنين ثلاثة الاربعين إن شاء الله ما تكونش الأمطار ما تكونش دولوج إن شاء الله تعود تولي الحلل كما لازم الحل ومن للأسبوع الأخر أربي دير لها تريق بقالي غير قولكم الله يدوم قوستوكم السلام عليكم اشتركوا في القناة